نقطة الثانية فرعون قال ودققوا إلى هذا المعنى قال أنا ربكم الأعلى ما قال أنا خالقكم لم يدعي فرعون أنه خالق أبدا بل إن القرآن الكريم يثبت أن فرعون كان يعبد آلهة لكن ربوبية فرعون ما هي؟ لماذا قال أنا ربكم الأعلى يعني أنا المطاع الوحيد فيكم لا يعترض علي لا يقال لا بالنسبة لي لا ينبغي أن أستشير لا ينبغي أن أوجه هذا المعنى تجده أحيانا في الأب في بعض الآباء لا يناقش من قبل أبنائه لا يجادل لا يقبل نصيحة قد تجده في بعض الإخوة قد تجده في بعض الأصحاب قد تجده في بعض الجيران إذن هذه الربوبية سلوك سلوك أنا ربكم الأعلى سلوك لم يقل أنا خالقكم الأعلى فرعون كان يعبد آلهة كما يعبد الأقباط وبين الله عز وجل ذلك عندما جاء الأقباط إلى فرعون قالوا له أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك يعني فرعون له آلهة كان يعبدها مع الأقباط إذن ما مشكلته مشكلته سلوك التجبر الكبر الكبرياء ردائي الله عز وجل يقول والعظمة إزاري فمن نازعني فيهما قصمته ولا أبالي الكبرياء لباس الله عز وجل صفة الله عز وجل ومن مظاهر الكبرياء ألا يقبل الإنسان نصحا لا يقبل توجيها لا يقبل اعتراضا لا يقبل نقدا هذا الإنسان الذي لا يقبل نقدا قال أنا ربكم الأعلى ما قالها لفظا لكنه قالها سلوكا قالها واقعا قالها تعاملا ففرعون كان لا يحب أن يعترض عليه أنا المطاع الوحيد فيكم يجب عليكم أن تنفذوا كل أوامري لم ينسف علماؤنا يقولون لم ينسف فرعون دين الأقباط بالكلية لو كان كل ما أتى به فرعون أو لو كان ما أتى به فرعون باطلا كله لما أطعه أحد لكن منهج الطغاة أنهم ينسفون جانبا من الدين ليتوصلوا من خلال هذا النسف إلى نسف الدين كله لاحظوا اليوم هذا المصطلح يسميه القرآن الكريم اللبس التلبيس ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون فرعون لو قال لهم أنا الذي خلقتكم لظهر كذبه مباشرة طب كيف ينسف دينهم كيف ينسف دينهم قال ينسف جانبا منه فإذا نسف جانبا منه توصل من خلاله إلى أن ينسف الدين كله لذلك اليوم تجد كل أهل الباطل الفرق التي تنتسب إلى الإسلام كلها تلبس على الناس إلا من رحم الله كلهم يزعم التمسك بالكتاب والسنة لماذا؟ حتى اليوم الإلحاد يا أخوة الكرام الملحدون اليوم ينسفون الدين بآيات القرآن الكريم يعني يستدل على أفكاره بالآيات الخاصة ليست الأفكار الإسلامية يستدل على أفكاره بقال الله عز وجل وقال رسول الله لماذا؟ قال لأنه لو أعلن إلحاده على الملأ نحن مجتمعات متدينة تؤمن بالله عز وجل فالذي يجعل للباطل قبول عندنا أن يلبس ثوب الحق هذا معنى اللبس اللبس أن تعطي الباطل لباس الحق لماذا؟ حتى يروج في نفوس المسلمين لو جاء الملحد وقال أنا لا أؤمن بالله ولا بالقرآن ولا بالسنة فلن يقبله أحد أو لن يقبله كثير من المسلمين كيف يروج لباطله؟ يغلفه بقال الله وقال الرسول لذلك ما من رجل على باطل إلا وتجده يستدل بقال الله وقال الرسول لماذا؟ حتى يروج باطله في نفوس المسلمين حتى يروج باطله في نفوس المتدينين حتى الصراعات اليوم السلوكية بين الأزواج الزوج يظلم زوجته أو زوجته تظلمه هو يقول لها قال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها قد يقول هذا الكلام هو ظالم لها لكن يريد أن يروج باطله يريد أن يقمع زوجته من خلال الدين حتى يروج كلامه فتنفر المرأة من الدين بسبب استخدامه له استخداما خاطيا هو يظلمها ويقول لها لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها هي تظلمه وتقول له قال صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير النساء شقائق الرجال خيركم خيركم لأهله كلاهما أحيانا يكونوا ظالما ويستدلوا بالقرآن والسنة هذه العملية أن تروج لظلمك بلباس الدين حتى يستساغ هذه العملية يسميها القرآن التلبيس ولا تلبس الحق بالباطل لماذا نلبس الباطل ثوب الحق حتى يقبل عند الناس لذلك فرعون استخدم هذا الأسلوب لاحظ ماذا يقول الله عز وجل في سورة غافر وقال فرعون ذروني أقتل موسى لو قال لهم فرعون أنا أريد أن أقتل موسى مزاج لأنه ما أطعني ربما تهتز مكانته وقيمته في نفوس الأقباط لحظ دليل فرعون على قتل موسى وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعوا ربه ليش تريد أن تقتل موسى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد يعني فرعون يمارس التلبيس على الفراعنة لأنه يعلم نفسه ليس إلها هو رب مزعوم كاذب يريد أن يروج لباطله قال لهم أنا حريص أيها الأقباط على دينكم أريد أن أقتل موسى من أجل أني أخاف على دينكم أحب عقيدتكم أحب معتقدكم لذلك في آية أخرى لما جاء القرآن يقول موسى دعا فرعون إلى الله الواحد سبحانه وتعالى تجبر فرعون وقال ما علمت لكم من إله غيري قبل ذلك كان يقول أنا ربكم الأعلى يعني هناك أرباب متفرقة تعبدونها لكني رأس هذه الأرباب رأس الهرم إذن النقطة التي أحببت أن أقف عندها أن أناسا من الناس يمارسون مظاهر من الفرعنة هي مظاهر سلوكية قبل أن تكون مظاهر اعتقادية لذلك قد تجد من يصلي وتجده فرعونا ظالما آكل للحق طب أين الصلاة أين الصيام أين منزلة الله عز وجل في قلبك لا إشكال عنده يقول لك ساعة لك وساعة لربك هذه الكلمة تعرفون معناها بالاستخدام الباطل ساعة لك وساعة لربك أي ساعة في العبادة وساعة روح عن نفسك بالحلال لكن الساعة التي يقصدها ساعة للشيطان وساعة للرحمن هذا سلوك الفرعنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر